اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اثنان تحسين معالجة اللغات الطبيعية من المردح ان تتقدم نماذج الذكاء الاصطناعي في قدرتها على فهم وتوليد اللغة البشرية وقد يصبحون اكثر مهارة في فهم السياق والفروق الدقيقة والعواطف مما يتيح اجراء محادثات اكثر تعقيدا وطبيعية ثلاثة مساعدون افتراضيون اكثر ذكاء سيصبح المساعدون الافتراضيون اكثر ذكاء وقدرة على اداء المهم المعقدة وقد يتوقعون احتياجات المستخدم بشكل استباقي ويقدمون توصيات مخصصة ويساعدون في مجموعة واسعة من الانشطة اربع الروبوتات المتقدمة ستستمر الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في التقدم مما يمكنها من اداء المهم البدنية المعقدة قد يصبحون اكثر تنوعا وقدرة على التكيف والقدرة على التفاعل مع البشر بطريقة طبيعية خمس اختراقات التعلم العميق من المرجح ان يشهد التعلم العميق وهو مجموعة فرعية من الذكاء الاصطناعي اختراقات كبيرة قد تصبح الشبكات العصبية اكثر كفاءة مما يتيح تدريبا واستدلالا اسرع وقد يؤدي هذا الى تطوير نماذج وانظمة ذكاء اصطناعي اكثر قوة ستة الذكاء الاصطناعي الاخلاقي والمسؤول مع تزايد انتشار الذكاء الاصطناعي سيكون هناك تركيز متزايد على الاعتبارات الاخلاقية وسيتم بذلل الجهود لضمان ان تكون انظمة الذكاء الاصطناعي عادلة وشفافة وغير متحيزة وتخفف من المخاطر المحتملة وتعالج المخاوف المجتمعية سبع الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية سيستمر الذكاء الاصطناعي في احداث ثورة في قطاع الرعاية الصحية من خلال المساعدة في التشخيص واكتشاف الادوية والطب الشخصي ورعاية المرض قد تقوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي بتحليل كميات هائلة من البيانات الطبية لتحديد الانماط وتقديم تشخيصات دقيقة والتوصية بخطط علاجية مخصصة 8000 كال معزز من المرجح ان يتم دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات المهنية مما يزيد من القدرات البشرية بدلا من استبدالها يمكن للمتخصصين في مجالات مثل القانون والمالية والفنون الابداعية لاستفادة من انظمة الذكاء الاصطناعي لتعزيز عملية صنع القرار والتحليل والابداع 9. المقبات ذاتية القيادة سيلعب الذكاء الاصطناعي دورا حاسما في تطوير السيارات ذاتية القيادة وغيرها من المركبات ذاتية القيادة وستمكن خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة هذه المركبات من ادراك بيئتها واتخاذ القرارات والتنقل بامان 10. الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي سيستمر الذكاء الاصطناعي في مساعدة العلماء في مختلف مجالات البحث وتسريع الاكتشفات وتسهيل تحليل البيانات قد تساعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي في حل المشكلات العلمية المعقدة مما يتيح تحقيق اختراقات في مجالات مثل علم الفلك والبيولوجيا وعلوم المناخ من المهم ان نلاحظ ان هذه احتمالات تخمينية وان المستقبل الفعلية للذكاء الاصطناعي قد يتضمن تطورات وابتكارات مختلفة شكرا لكم على اهتمامكم وامل ان تستخدموا